أصدرت هيئة قناة السويس قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المقبل 2023 وأعلن رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023 فيما تزيد رسوم عبور كل من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10% على أن يبدأ تطبيق الزيادة مطلع العام المقبل وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات المتغيرات السوقية لقطاع النقل البحري والتي ترسد استمرار ارتفاع فئات التأجير الزمني اليومي لمعظم أنواع السفن لمستويات غير مسبوقة وتوقعات استمرارها خلال العام القادم